أطيب فطور ممكن تحضروه بالبيت بطريقة سهلة هي الكاك المالحة أو كاكة الزعتر كملوا الفيديو لتشوفوا الطريقة بداية راح تاجل لأربعة بيض بدرجة حرارة الغرفة راح أضيف عليهم برشة الليمون كاسة من لبن الزبادي كاسة من الزيت الزيتون بحركهم كتير منيح مع بعض لحد ما يصير معي الخليط بها الشكل بعد راح أضيف عليهم كاستين من لطحين ويفضل ضيفوهم تدرجيا على الخليط مع معلقتين صغار من الباكين كاودر ونص معلقة صغيرة من الملح برجع بحركهم مع بعض وإذا حسيتوا الخليط جامد فيكم اضيفوا عليهم نصف كاسة من الحليب السائل برجع بحركهم مع بعض وهيك بيكون القوام مناسب وهلأ راح أضيف عليهم كاستين من الزيتر الأخطر طبعا غسلتهم كتير منيح ونشفتهم وكاسة من جبن المالحة أطعتها لمكعبات صغيرة معلقة كبيرة من حبة البركة ومعلقة كبيرة من السمسم برجع بحركهم مع بعض ورح أصبهم بقالب مدهون بالزبدة وبحطهم بفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة بترك الكيك عجنبله حتى يبرد واستمتعوا بأطيب طعم وصحتان وألفنا